يواصل مطار المدينة المنورة استقبال حجاج القرعة وسط تيسيرات مقدمة لهم من ضباط بعثة حج القرعة من وزارة الداخلية هذا وأشهد الحجاج بمستوى التنظيم من ضباط وزارة الداخلية ومستوى الإقامة داخل الفنادق يواصل مطار المدينة المنورة استقبال حجاج القرعة وسط تيسيرات مقدمة لهم من ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بالتنصيق مع السلطات السعودية والترحاب بهم بالمطار والله أنا أحب أقول لوزارة الداخلية والقائمين عليها شكرا جدا على خدمة كل حجاج بيت الله وإن شاء الله بإذن الله الخدمة دي تستمر لأن خدمة ممتازة جدا حاجة جميلة حاجة جميلة 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 يعني ما تتواطفش كل حاجة كويسة ولا فيش حاجة وحش الإجراءات سريعة ما وقفناش كتير فرحانين قوي 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 تغروبا حاجة حلوة ضح يا مر بمجرد الوصول يستقل الحجاج الحافلات المجهزة لهم لنقلهم إلى فنادق إقامتهم مع نقل الأمتاع والحقائب بمعرفة البعثة للتيسير عليهم بتزامن مع سرعة إجراءات تسكينهم قبل النزول من الحافلات من خلال الباركود حيث يعرف الحج رقم غرفته بخندق الإقامة الذي يتميز كغيره من فنادق حجاج القرعة بقربه من الحرم النبوي الشريف منذ اللحظة الأولى هناك حفاوة في الاستقبال من بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بتنسقي مع أصحاب الفنادق لضيوف الرحمن بفنادق الإقامة والذي انعكس على وجوههم التي بدت في ارتياح وسعادة لهذا الاستقبال والاهتمام بهم موسيقى فرحة ملهاش وصفة خالص 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 يعني كنا بنحلم بها من زمان يعني فرحة ولها رهبة كده حلوة تتميز فنادق إقامة حجاج القرعة بالمدينة إلى جانب قربها من الحرم النبوي الشريف بجودة الغرف وترتيبها والحرص على نظافتها باستمرار لتوفير الأجواء الصحية والنفسية للحجاج للاستمتاع بالأجواء الروحانية الغرف هايلة جدا الرومسر بس طول الوقت الهاوسكيبينغ طول الوقت أي حاجة أنا محتاجة طول الوقت على طول فيه زوابط طول الوقت متعودين كويس جدا مع الناس الكبار واستغيرين كله زي بعضه شايف الخدمة هايلة كل حاجة هنا الحمد لله متاحة والأهم من برضو من الخدمة البعثة المصرية مشاء الله رب نحنين حاجة جميلة وتوفر بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية وجبات جافة لحجاجها بمجرد وصولهم إلى المدينة المنورة وفقا لبرنامج الرحلة على أن تسلم لهم وجبات مماثلة بمكة المكرمة بشكر وزارة الداخلية وبشكر البعثة المصرية اللي هي أقائمة على الحج لأن بصراحة خدمة جميلة جدا جدا أيمين بواجبهم قويس جدا 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 ما فيش أي حاجة بنعوزها أو أي استفسار إلا ما هم بيردوا علينا وبيكونوا معنا في كل وقت هم مساعدين لنا كل حاجة من الساعة ما طلعنا من مصر بغاية ما راحنا المطار وطلعنا من المطار جينا على الفندق والأوتوبيسات مستنيانة والتنظيم رائع 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 ولا فيه ازدحام ولا فيه أي حاجة خالص واحنا بنشكر وزارة الداخلية على المجهود اللي هم عاملين والرائع ده تحياتي لوزارة الداخلية والبعثة القائمة على هذا العمل الجلل وبنشكر السيد الرئيس السيسي وبنشكر كل القائمين اللي وفروا لنا صوب الراحة والأمال هنا تقدم التيسيرات والخدمات لضيوف الرحمن ولا يدخر أحد من القائمين على بعثة حق القرع وسعا في سبيل راحة الحجاج تتحركون بينهم لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم ورد على استفساراتهم وهو ما أشاد به الحجاج الخدمات هنا وما فيش أي حاجة حسنا نحن بعيد عن بلدنا الناس هنا ناس محترمة ناس في قمة الأدب والاحترام ونحن بنشكرهم جدا 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 على تعاملهم معاني يقضي حجاج بعثة حق القرع بوزارة الداخلية خمسة أيام بالمدينة المنورة يستمتعون بالصلاة في المسجد النبوي وزيارة الروضة الشريفة والسلام على رسول الله وسط تيسيرات وخدمات مقدمة لهم طوال فترة إقامته تسعى وزارة الداخلية إلى تقديم خدمة متميزة لحجاج القرعة وهو ما بدى واضحا منذ لحظة استقبالهم الأولى بالمدينة المنورة عيث وفرت لهم وزارة الداخلية بالتنصيق مع السلطات السعودية كافة التيسيرات واخترت لهم الفنادق بالقرب من الحرم النبوي الشريف عبدالله بركات التلفزيون المصري